كيف تصف هذه الجولة الأولى من المفاوضات وملاحظاتك أيضا على ما خلصت إليه هذه الجولة أولا أنا سعيد بأن السيد بشارة من بيروت قال أنها مفاوضات مباشرة وكل الدعاءات بأنها لن تكون مباشرة قضايا شكلية لأن الوفدان هكذا أصر الوفد اللبناني بأنه يخاطب قيادة الجلسة الأمم المتحدة لكن هم يجلسوا في ذات الغرفة ما يهمني من هذا الموضوع هو أن كل اعتراضات السابقة التي عمليا كانت مسجلة على بدء هذه المفاوضات وكذلك حسم موضوع أنها مفاوضات سياسية وتقنية أيضا لأن هذا أيضا في لبنان خضع لجذب وأولا كانت لجهة غير مخولة وهي نبي برر إسمانس النواب ثم أحيلت مرة أخرى جهة أيضا غير مخولة وهي رئاسة الجمهورية التي عمليا الذي طابع الوفد السياسي اللبناني أرسل من العونيين باقتصار من التيار وطن الحر بالضبط وكأن التيار وطن الحر حليف حزب الله يريد أن يقول لها المتحدة نحن ندفع بهذا الموضوع ونحن نغطي هذا الوفد أيضا سياسيا مع أن هذا الموضوع هو من صلاحيات حسان الدياب ورئاسة الحكومة اللبنانية المسألة الثانية اليوم الملفتة وهو تصريح لزياد أسود اللي هو عملية أحد نواب تيار الوطن الحر يقول بأنه نحن لا نمانع كتيار بأن تكون المفاوضات مباشرة بعيدة عن كل الشكليات أنا لا أدري إذا كان نسق هذا الموضوع مع حزب الله أو لا لأنه أنا أرى أنه الآن نحن كل الاشتراطات السابقة الآن يعني الشكلية في شكلية بدء المفاوضات عمليا جرع تجاوزها أيضا من قبل حزب الله لكن الآن أنا برأيي هناك قضايا أضيفة على مادة التفاوض وأنا أتمنى من السيد بشارة وهو أعلم منها في هذا الملف بمعنى ماذا يحمل الوفد اللبناني للتفاوض نحن نتحدث عن نزاع على 860 كيلو متر مربع هذا بالأساس من ما يسمى بخط هود اللي هو عملية من رأس الناقورة حتى ما يسمى بخط الوسط بهذا المعنى الآن لبنان يقول لا يمكن أن نتنازل عن أن الخط الوسط يشمل بمعنى لا يمكن أن نقبل بتعريف إسرائيل لأن إسرائيل الآن تقول أن هناك جزيرة أين هذه الجزيرة التي تتيح لإسرائيل عمليا أنها جزيرة تلتخليت أو تلتخليت أو بمعنى هذه منطقة صخرية يدعي الجانب الإسرائيلي أنها عمليا جزيرة وبالتالي القانون الدولي عمليا لا يقبل بأنه يصل خط الناقورة إلى نهايته ماذا يعني بالنسبة لبنان؟ هذا يعني إضافة 840 كيلو متر جديدة للبنان بمعنى منطقة النزاع 1700 وهذا عمليا يوصل لبنان إلى جزء من حقل الغاز المسمى كاريش أي مليار و 800 مليون متر مكعب غاز ستصبح لبنان جزء من هذه القضايا التالي هناك قضايا معقدة الغاية إلى ماذا على ضوء ذلك يمكن التعويل على الوصول لنتائج منصفة ومرضية للطرفين في هذه المفاوضات؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر